بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر 14 Spring Design ونستكمل في الماتيريالز فور هاليكال سبرينز أو الخامات اللي بيصنع منها اليايات The material of the spring should have high fatigue strength بالطبع لابد أن يكون تحملها للكلل عالي بمعنى أنه هي بتنضغط وتحرر وترجع تنضغط وتحرر فبيحصل عليها إيه أحمال متكررة متغيرة فبالتالي لابد أن الفاتيج strength بتاعها يبقى عالي تاني حاجة high ductility المطيلية بتاعتها تبقى عالية high resilience أو رجوعية بتاعتها كمان تبقى عالية وآخر حاجة creep resistance تكون مقاوبة للكريب الكريب اللي احنا عرفناه قبل كده في أحد خواص الميكانيكية في الشابتر الخاص بالإنجينيرينج ماتيريالز المصطلحات اللي احنا بنستخدمها طبعا عندي decompressive spring أو قابل للانضغاط ده طبعا اللي احنا بنسميه المصطلحات اللي عندنا ده free length ده بعد ما ينضغط ده compressive أو compressed length والفرق ما بينهم اللي هو deflection اللي احنا بنرمزله بالرمز delta آخر حاجة طبعا القمبريزد solid اللي هو لما بضغط بقوة W في كلا اللي اتجاهين هنا بتنضغط إلى أن تتلامس الكويلز أو الملفات دي مع بعضها يبقى المصطلحات اللي عندي free length والcompressed solid والdeflection اللي هو delta وده طبعا اللي هو compressed length أول حاجة عندي solid length solid length when the compression spring is compressed until the coils comes into contact لما تنضغط إلى أن الكويلز تتطابق مع بعضها أو تتلامس مع بعضها with each other when the spring is then the spring is said to be solid the solid length of the spring is a product of the total number of coils الطول بتاع solid length ده هو عبارة عن total number العدد الكلي للكويلز الملفات اللي عندي and the diameter of the wire حاصل ضربة ايه الاثنين مع بعض mathematically بيعبر عنها رياضيا ايه الاصولد لانث الاس بيساوي ان داش في الدي حيث ان داش طبعا اللي هي total number of coils عدد الملفات اللي عندي والدي اللي هي بتمثل الديامتر بتاع الواير المصطلح اللي عندي كده اللي هو الفري لانث هو طول الياي قبل عملية التحميل it's equal to the solid length بيساوي solid length plus مضافا لي maximum deflection اللي هو delta or compression of the spring and the clearance between the adjacent coils والخلوص اللي ما بين الكويلز وبعضها المتتالية طبعا وبيعبر عنها رياضيا على انه free length lf بيساوي solid length زائد maximum compression زائد clearance between adjacent coils lf بتساوي اللي احنا طبعا solid length اللي احنا حددناه قبل كده n dash في الدي زائد deflection maximum deflection delta maximum plus clearance اللي هو بيساوي تقريبا 15 من 100 delta maximum نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله